أظهر استطلاع للرأي تقدم إمانويل ماكرون مرشح طيار الوسط في انتخابات الرئاسة الفرنسية على زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات جاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة هاريتس انتراكتيف أن ماكرون سيحصل على 26% من الأصوات في الجولة المقررة في 23 من أبريل نيسان المقبل مقابل 25% لصالح لوبان أظهر الاستطلاع كذلك تقدم ماكرون في جولة الإعادة المقررة في السابع من مايو أيار بنسبة 65% مقابل 35% للبان أما مرشح اليمين فرانسو فيون الذي يوجه قضية وظائف وهمية استدفادت منها زوجته واثنان من أبنائه إن عكست سلبا على حملته فسيحصل على 20% من الأصوات فقط ترجمة نانسي قنقر